بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أرسله الله رحمة للعالمين ديننا دين الأمن والسلامة دين الرحمة والرفق لجميع الناس يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا هذه الآية الطيبة المباركة التي يأمرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا لجميع الناس لا فرق بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى ولا بين من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن يشرك في عبادته أحدا مع الله سبحانه وتعالى وهذا يجعلنا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكف الأذى عن الآخرين فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا فإنكم سبحانه وتعالى أمرنا كما يتعبدوا سبحانه وتعالى بالطاعات أن نتقرب إليه بكف الأذى عن الآخرين ولذلك لما جاءه صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الكرام وسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان والجهاد وغير ذلك صلى الله عليه وسلم فقال ذلك السائل يا رسول الله إذا لم أستطع أن أقوم بهذا كله أي لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال الكبيرة مرة واحدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك هذا الحديث يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يكف شره عن الناس ويجعلهم في أمن وأمان هذا ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى أن تكف شرك بمنع الكلمات والألفاظ التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالتصرفات التي تخالف الشريعة الإسلامية أو بالنظرات التي يبتعد المسلم فيها عن منهج الله سبحانه وتعالى إذا منعت هذا وقمت بكف الجوارح عن هذه المحرمات أو عن هذه الأمور التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت بذلك تتصدق على نفسك وتتصدق على الآخرين لأن الصدقة هي ما يخرجه الإنسان من مال للفقراء أو للمستحقين حتى يشعروا بالأمن فحينما يقوم العبد بكف هذا الأذى وهذا الشر عن الآخرين يشعرون بالأمن وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكف شرك عن نفسك لأنك إذا فعلت ذلك كان الله سبحانه وتعالى معك في التصرفات وفي الأقوال والأفعال لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى إذا وجدت إنسان يؤذي الآخرين فاعلم أنه يبتعد عن منهج الله ويبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الكامل في إسلامه الذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن هو الذي لا يؤذي جميع الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى المسلم من سلم المسلمون من لسانه من كلماته من ألفاظه من عباراته من حروفه التي تخرج من لسانه التي فيها إذاء للآخرين التي ربما يكون فيها غضب للآخرين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي لا يعتدي على أحد بلسانه لا يعتدي على أحد بيده لا يعتدي على أحد مهما فعل معه لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يتخلقون بهذا الخلق أن يبتعدوا عن الإيذاء وأن يكونوا في دائرة الرحمة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنك حينما تقوم بذلك نجد هذا المجتمع فيه أمن وسلام لأننا نراقب الله سبحانكم وتعالى فنسأل الله أن يصرف عننا السوء وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأتقياء هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا